والحياة الكرة اليومين دول فيها كلام قد كده وملفات مهمة جدا بس خليني يبدأ بالملف الاسخن هذه الساعات هذه الساعات في اللحظة لانا انا بتكلم مع حضرتكم فيها فيها ملف انا رأي انه ملف مصيري لما يتعلق بالعدالة في كرة القدم المفروض النهاردة المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي هيقرر اين ستلعب المباراة النهائية للشامبيونز ليج الافريقي اللي بيلعب في الدور قبل النهائي فيه دلوقتي اربع فرق الاهلي والوداد المغربي وبيترو اتليتكو الانجولي ووفاق سطيف الجزائري وتسعة وتسعين في المية تسعة وتسعين في المية بناء على نتيجة مبارتي الذهاب في الدور قبل النهائي اللي حيتأهل المباراة النهائية دي النادي الاهلي المصري بعد ما تفوق على وفاق سطيف باربعة صفر فبالتالي حيبقى منتدأ صعبة طيب فيش حاجة مستحيلة في كرة القدم بس هذا صعب قوي 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 نظرا لخبرة الاهلي وتعاملوا مع هذه المباراة ونادي الوداد المغربي اللي فاز خارج ارضه على بيترو اتليتكو تلاتة واحد فتسعة وتسعين في المية المباراة النهائية ما بين الاهلي والوداد المغربي خلاص؟ خلاص ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ان فيه تصويت واجتماعات المكتب التنفيذ الانتحاد الافريقي الكلام اللي طالع من جوه الاجتماع والتصريح اللي قاله من ساعتين رئيس نادي الوداد رئيس نادي الوداد المغربي انه التصويت بيسير في صالح ان المباراة النهائية اللي هي هتتلعب مباراة واحدة مش ذهاب واياب مباراة واحدة فقط لغير هتتلعب في المغرب اللي هي بلد نادي الوداد وبالمناسبة قبل ما تكلم اي كلام المغربة عارفين عشقي للمغرب وللشعب المغربي فأي مزايدة ملاش علاقة انا بكلم دلوقتي في كورة وعدل وحق لكن المغرب مبروك عليهم الكاس لو هم يستحقوه قولا واحدا المغربة انا بعشقهم عشق فبحدش بس يخش في الحتة دي احنا بكلم دلوقتي في عدل كرة القدم الفلسفة التي قامت عليها الرياضة اللي هي العدل وتكافؤ الفرص واللعب النظيف ايه اللي يقول ان مباراة هتتلعب ما بين فريقين في مباراة واحدة تتلعب في ارض واحد منهم ايه ده له علاقة بالعدل او بالحق او بالمنطق او باي حاجة قبلها العقل او باللعب النظيف وتكافؤ الفرص هنا بتنعدم تماما تماما تكافؤ الفرص والغريبة انه في ناس مقترعة بالمنطق ده وبيبرروه حتى الرئيس نادي الوداد بيقولك ده حقنا الديمقراطي فانا مش عارف يا سيدي العزيز مع كامل التبجيل والاحترام لك ولنادي الوداد اللي بنعشقه ايه الحق في كده مباراة هتتلعب ما بينك وبين نادي الاهلي مباراة واحدة لو احنا كنا سألنا لشعب المغربي نفسه الصح هتتلعب فين هايولك في ارض محايدة عارفين لو كان الملعب اتحدد في المغرب من دور المجموعات او من دور ال32 والكاف قالك ايا كان الفرق اللي هتتوصل احنا ما نعرفش هو بس المباراة هتتلعب في المغرب كان يبقى فيه منطق شوية ساعتها يقولك في دور ال32 ودور المجموعات فيه 32 فرقة الله اعلم مين اللي هيصعد فيهم زي ما بيحصل في اوروبا اتحاد الاوروبي بيحدد ملعب المباراة النهائية اللي هي برضو بتبقى مباراة واحدة قابليها بسنة على الاقل سنة على الاقل قبل بداية الشامبينز ليج والفرق لسه بتلعب لأدوار التمهيدية يقولهم يا جماعة زي السنة دي كده يا جماعة الدور النهائي في هذه البطولة هتلعب المباراة واحدة في باريس الشامبينز ليج اوروبا هتلعب ما بين ريال مدريد وليفر بول يوم 28 مايو الشهر الحالي في باريس فما لعب باريس سان جرمان لو كان باريس سان جرمان صعد خلاص هم محددين من 10 تشهر سنة يبقى ده رز لكن تيجي بعد ما توصل للمباراة النهائية وتعرف طرفين مباراة النهائية بشكل يصل الى 99% تيجي تقول انا حدي لفرقة دي تلعب في ارضها كأنك بتقولهم مبروك عليكم البطولة كأنك بتقولهم احنا عايزين نكسبكم البطولة فده يبقى قرار اسمه قرار توجيهي اوجه مسار البطولة لانه الارض بتلعب مع اصحابها والجمهور بيلعب مع اصحابها والحكام عندنا في افريقيا بيجملوا كتير اصحاب الارض فانا ليه اخلي كل العوامل دي في صالح فريق وضد فريق ليه الا اذا كان ده مطلوب الا اذا كان ده مقصود قولوا لنا فانا الحقيقة هو والنهاردة الحقيقة كنت عايزة مارس هذا الكلام ومارس هذا الضغط الاعلامي من ايه بس الاسف دي اول مرة طلع النهاردة بعد الاجازة بتاعتنا في رمضان والعيد فاتمنى انه ما يكونش قضية الامر خلاص وان هذا الامر الذي يدبر بليل قد انتهى لا ده لازم نضغط والاتحاد المصري لكرة القدم دلوقتي لازم يضغط والنادي الاهلي دلوقتي لازم يضغط مش لشيء للحق احنا ما بنقولش عايزينه يتلعب في استاد القاهرة او في استاد السلام وعلى فكرة لو كان الصوت حيذهب النهاردة ان الملعب يبقى استاد القاهرة والله كنا حنقول نفس الكلام والله تعالى كنا حنقول نفس الكلام رغم ان احنا مصريين وانا اهلاوي ومع ذلك كنت احطل على ان الحق يستدعي ان اطلع اقول ليه القارار ده فيه ظلم النادي الوداد ليه المباراة الوحدة تتلعب في القاهرة فبالتالي نفس السؤال بواجهه الانتعاد الافريقي ليه مباراة واحدة تتلعب في المغرب على فكرة حتى لو الاهلي بسعدش وخسر ووفاق استيف هقول لصعد حقول نفس الكلام ان ده ظلم على وفاق استيف والجزائر لها انها تتظلم حق ربنا بيقول كده حق ربنا بيقول كده والحقيقة فيه خبر انا اسمعته النهاردة بس انا مش متأكد منه فيه تصريح خرج على لسان الكابتن شطة واحد من نجوم الاهلي ومن مسئول الاتحاد الافريقي السابقين وانتو عارفين ان هو يعني متوغل في كواليس الاتحاد الافريقي كابتن شطة قال تصريح النهاردة ونزل على المواقع كلها بيقول فيها انه غالبا المباراة حتتلعب في المغرب وانه الكابتن هانيا بوريدا انتو عارفين ان المهانس هانيا بوريدا طبعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم وهو مصري طبعا جدا كابتن شطة بيقول ان المهانس هانيا بوريدا صوت ان المباراة تتلعب في المغرب انا بقولكو هذا التصريح منسوب للكابتن شطة في حق المهانس هانيا بوريدا انا مش متأكد منه بنسبة 100% عشان انتو عارفين طريقتي الخبر ده انا متأكد انه بقولكو يقين او بقولكو ده كلام منسوب لفلان بس كل المواقع نقلع عن الكابتن شطة اللي صرته معانا هو هذا التصريح لو صح هذا الكلام اللي قاله كابتن شطة بصراحة يبقى موقف غريب ومريب من المهانس هانيا بوريدا غريب ومريب المهانس هانيا بوريدا في موقعه المهم ده في الاتحاد الافريقي باعتباره مصري الطبيعي يضافع عن الحقوق المصرية ويتحيز لأهل بلده ده الطبيعي لكن انا مش عايزه يتحيز لمصر ومش عايزه يتحيز للأهل رغم ان ده المفروض انا عايزه يتحيز للعدل والمنطق اين العدل والمنطق في لعب هذه المباراة في المغرب اتمنى ان الاتحاد الافريقي ما يقعش في هذه الغلطة لانها غلطة الحياة مصيرية الاساس في الرياضة ان كل المتنافسين الاساس في الرياضة ان كل المتنافسين يحسوا بالعدل وبتكافؤ الفرصة وان مشرف اللعبة ومنظم اللعبة ليس له غرض او هوى في توجيه اللقب لهنا او لهنا او لهنا ده الاساس عشان وانا نازل ارضى بقرارات الحكم وارضى بالنتيجة ايا كانت عكس كده الرضا صعب اوي يبقى موجود وساعتها كل الشكوك والريبة يتفتح لها الف باب يتفتح لها الف باب اتمنى انه ما يبقاش ده اللي في ضمير الاتحاد الافريقي لانه هتبقى غلطة كبيرة كبيرة في حق كرة القدم الافريقية وانا متأكد ان مصر هو ايه ان دي الاهلي مش هيسكته لانه الاهلي بيعرف كويس اوي ازاي يدافع عن حقوقه حقوقه وحطه بيه خط تحت كلمة الحقوق احنا مش بنتكلم فيه جميل مش بنتكلم فيه حاجة احنا بنطلبها احنا بس عايزين الحق وبعد كده فارس لفارس في البدان ترجمة نانسي قنقر